تطورات ميدانية مهمة لصالح قوات حكومة الوفاق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث اعلن الناتق باسم الجيش محمد جنونو السيطرة بشكل كامل على المنطقة الممتدة من العزيزية الى السبعة وكذا مواصلتهم الهجوم على مسلح حفتر وفي تفاصيل جديدة حول الطائرة التي اسقطتها قوات الوفاق اكد جنونو ان الطائرة كانت تناور لمحاولة انقاذ قواتهم العالقة في العزيزية قبل ان تستهدفها دفاعات الوفاق بصاروخ اصابها اصابة مباشرة ما ادى الى سقوطها وهي تحاول العودة الى قواعدها مشيرا الى ان قوات الوفاق نجحت في محاصرة ماليشيا مختلطة من مرتزقة فاغنر الروسية وليبيين بعد هزيمتهم واجبارهم على الاستسلام محورا العزيزية والطواشة شهد اشتباكات هي الاعنف منذ مدة تمكنت قوات الوفاق على اثرها من اسر تسعة من مسلح حفتر بينهم اثنان من المعارضة السودانية وفق ما كشفه القائد الميداني بالمحور نور الدين النعاس وفي الوقت الذي يحاول فيه مسلح حفتر التقدم تجاه العزيزية هذه الايام فاجأتهم قوات بركان الغضب بهجوم مباغد في عدة محاور تراجع على اثره مسلح حفتر من عمارات شرع الخلطات كما سيطرت قوات الوفاق على نقاط جديدة في عين زارة بعد ايام من تصعيد طيران حفتر غاراته الجوية واستعانة مسلحيه بمرتزقة من شركة فاغنر الروسية والمعارضة السودانية والشادية والدعم لمحدود الذي يتلقاه من دول اقليمية فشلت كل محاولاتهم في كسر توق العاصمة الذي شكلته قوات الجيش التابع للوفاق والذي يؤكد وفق مراقبين قدرتها على التعامل مع المتغيرات الميدانية مهما كان حجمها